أولاً الدكتور أحمد جودة المهدي فحين نقول هذا نوقف عند جودة المهدي بما يذكرنا في هذا الحوار الدكتور أحمد عن جودة المهدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب وعلى آله وصحبه وسلم الأستاذ الدكتور جودة المهدي هو شيخ في الطريقة النقشبندية وأخذت عليه العهد في الطريق الصوفي إلى الله تحت مسمى الطريقة النقشبندية أهم ما يميز شخصية الأستاذ الدكتور جودا المهدي أنه من بيت صوفي أبا عن جد أخذ العهد الصوفي في الطريقة النقشبندية عن والده الشيخ محمد أبو لزيد المهدي والده الشيخ محمد أبو لزيد المهدي كانت له خلوة صوفية في مسجد سيدي أحمد البادوي رضي الله عنه في الطابق الثاني وكان بيقيم فيها أخذ عنه الطريق الصوفي سيدي جودا أبو لزيد المهدي أنا بعتبره شيخي وسيدي لإني أخذت منه العهد في الطريق كان يلقب بمحام الأولياء في عصري وكان يلقب بحجة التصوف في عصري لإني ليه مؤلفات يعني مش التصوف بالمعنى العادي كانت تصوف أكاديمي يعني مثلا ترجم لأئمة التصوف في كتابه القيم موسوعة شهيرة أعلام الصوفية ترجمة التصوف من أول عصر التابعين سيدنا الحسن البصري وإحنا نقول برضو عصر التابعين ده دلالة على إن التصوف مش بادئ حديث كده ولا مذهب جديد لا بادئ من أول عصر التابعين سيدنا الحسن البصري حتى عصرنا الحالي ومشايخ في الطريق النقشبندي له أيضا موسوعة التصوف روح الإسلام ذكر فيها بقى كل مقامات التصوف الذكر والأوراد والخلوة والشيخ والبيعة والعهد والزيارة وبرضو الشبهات كان ليه دور له البراهين الجالية في دافع شبهات خصوم الصوفية دافعا كل المفاهيم اللي بيتهمون فيها أن احنا يعني أهل الصوفية أشبه بالكبوريين أشبه بعباد الأصنام يعني اتهام التصوف في اتهامات كثيرة دافع وضرق جميع هذه الشبهات عشان كده لقب بمحام التصوف في عصري وهو برضو أول عميد لكلية القرآن الكريم كلية القرآن الكريم كان من فضل الله على طنطة طنطة اشتهرت بالقرآن الكريم نسبة إلى المسجد الأحمدي أشهر المقارئ الجمهورية وأشهر المقرئين قرآن الإزاع الخمسة الكبار اللي بيسجلوا المصحة مرتد يا إما من تخرجوا من المسجد الأحمدي أو مشايخهم اللي تعلموا على قيدهم أيضا تخرجوا من المسجد الأحمدي فربنا كرم طنطة بكلية الوحيدة على مستوى الجمهورية وتسمى بكلية القرآن الكريم سعى جاهدا الدكتور ويدا المادي في إنشاءها وكان أول عميد لها وشارفة مدينة طنطة ببركة أن فيها مقام سيدي أحمد البدوي اللي مسجده يعد فيه أشهر مقارئ الجمهورية لتخريج منهم طبعا الشيخ الحسري خارجي المقرئ المسجد الأحمدي وهو طبعا أول مرات القرآن في الإزاع وكذلك الشيخ مستوى اسماعيل خريجي المدرسة الأحمدية كبار المقرئين خريجوا هذه المدرسة لذلك ربنا أكرم طنطة على يد الدكتور جودا المادي بكلية القرآن الكريم